السلام لبناس كديني اللبس عليكم اموركم معنية كل شي بخير نتمنى ان شاء الله ستكونوا بصحة جيدة اليوم ان شاء الله قدي نوجد معكم فتيلة شطبه بالحليب المعروفة عندنا في منطقة شاوية مدينة سطاس وبالضبط في ولاد سعيد حد مزورة بلاد وليدية وجدودي والحمد لله مع هذا البرد اللي كان هي اللي غتسخنهم في هذا الليل بهذه المكونات اللي فيها بالنسبة للمقادر سهلين كان نحتاج لبصلة خدارية ندرج جوج بصلات قطعتهم ثلاثة الريوز دي لتومة هنا عندي العدس والحلبة والفول مغسولين نحن عندي غرف كبير دي الحليب الحليب دي البقر بالنسبة للعطرية عندي سكين جبير اه تحميرها الخرقه من الملح والبزار عندي كاس دي الزيت البلدية هنا عندي القمح مغربي كيمكن لك تستعملي بنو خيلته ما انا هنا لقعت القمح مغربي هو اللي استعملت هناك نخلط عد العناصر كنديرهم فوق البوتاك يتقل له واحد شوية وكندير لهم المطيب من بعد ما نضيف عليهم المطيب كنصد عليهم وكنخليهم يطيب كندوز هنا باش نفتل القمح الكمية قصد بقائها لحسب افراد العائلة يعني ما يمكنش هنقولك ديري زلافة او جوج انا كنحط واحد الكمية دي القمح كرش شوية دي الماء وكن بدين نفتل فيها بهالطريق كل مرة كرش شوية دي القمح وكنحاول نحقها مزيان بيدي باش يجيوا احبيبات رقاق حسينك كانت شي واحدة غليظة اراك نحلها كان نبقى مستمره بهالطريقة وكنيكون حدايا واحد غائما السيار ولاش يشبكه يكون العيون ديالها كبار بحال شكل ديال السيار كنغربي فيها هاد دخيق هذا اللي كنفتل فيه باش هادوك الريوس الكبار يبقى والفوق والغبر اللي مازال لرقيقة قطاع حلزحت وكننعود نفس لها بنفس طريقة هنا كيفما كتشوفوا راه مازال لرقيقة شوية كنزيد رشة ديال الماء واحد شوية ديال الطحين كنبقى مستمره هاد طريقة حتى هذوك الحبيبات كيكبروا كتشوفوا تقريبا يولي وقد العدسة شوية يولي وقد الحبيبات ديال العدسة او الحبيبات ديال الحلوة المهم ما يبقوا شرقاء يولي وغلاط شوية راس بقلي وجدتها معاكم بما طيشة كتشوفوا نينة وحتى بالحليب سهية كتشوفوا نينة يعني بالصراحة ما كتش بعيش منها وهي اللي كتلاق في هذا البرد من ضرورة في البرد الواحد كي بغيش حاجة اللي تكون سخونة وكتشبه كنبقى مستمره بها الطريقة شوفوا معي كيفاش كتجي هنا كنزيد هدك الحبيبات اللي غلاط اللي كنت سحيت وكن بدنا ننفصل فيهم ساهمة والليبنت هي غليدة بزاف كيف ما كنت شخور اني كنا نقص منها ماشي بالضروري كنا الحبيبات كلهم بحال بحال مشي يعني كونش ترقيق شغلية مشي مشكلة وما يكون شغلية بزاف هنا كندير الزيت البلدية من بعد ما كنفصلها وكنسهلي ضروري ما كنا ندير لها شوية دي الزيت البلدية وكنحقها كمزيان من البلس أنا في الضرة كنستعمل مثلا كمية كبيرة على جرد المرات كنا ندير لها الزيت بهات الشكل كناخد النص اللي غدين طيب ونص الاخر كنديرو في شي سوبيرا وكنسدو كنديرو في الفريقو قمت بحالة مستعملها مرة أخرى وكنتجيني سهلة قمت بحالة وكنسدو لها المرقة لها يجب نصب لها المرقة لها قمت بحالة مستعملها لم يتعجل موال ونفروزة وكتبقى مفروزة بحلقة بعد ما كنتم الفول ولعدس و الحيبة نزيد عليها الماء نروح حتى وصل إلى القياس وكنتجل لكوكوات تغلمة جيدة نرمي فتيل الشطب قمح 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 قرح 這樣子 قرح قمح سوف قمح بشوية بشوية وكنحرك وكننقص عليها الوطا وكنخليها حتى الطيب مزيين وكنقمصتها مرة في التحريك مرة 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 نحركها ماكنسدش عليها الكوكوت غير كننرد عليها لغلاقة دي الكوكوت وبالنسبة للحلي براني درتو الطيب بوحده ضرورة مخصصي طيب لانه يكون بارد سوف نقبع عليها وهي سخونة سوف يخسر هذا الشيء عليها كننطيب بوحده ونجعلها حتى كبطيب كننخضر عادي كننقبع عليها الحليب وهنا كيف ما قلت لكم من بعد ما اختارت طابت كنزيد الحليب وكن نحركها مزين غير كتغلى واحد شوية صافي وكنت فعليها كنخليها واحد خمسة او عشر طقيق ترتاح عادي كنحطها لهم وهذه هي فتيل الشطفة بالحليب اللي وجدت معكم حكموا لي اليوم ان وجدها لهم والعادي عندنا كنحطوها في القصريين كنديروها في زلايف كيف مكشوفو كتجي كتشهي انا غدي نحط لكم حد شوية في زلافة وشوفوها كيفاش غدي يجي شوفوا رح يبديو القمح كيفاش كي يجيو فيها كتجي بنينة وصحية البناز واللي بغا يستعمل الحليب يستعمل الحليب اللي بغا ماطيشة يدير ماطيشة في النصب واللي بغا ماطيشة تزايد المساخ وكتزايد السمن وان شاء الله سوف نجد لكم الرابط دي الفيديو اليوم مش ضهف بماطيشة في صندوق الوصف كان تمنا فيديو تليومين الاعجاب لكم شكرا على المتابعة والدعم ديلكم لي ترجمة نانسي قنقر لايك واشتراك والبرتاج ومرحبا بالناس لاشتاد اللي نضمولينا ادار داركم اطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة